اشتركوا في القناة ولكن أكثر ما يخالج الإنسان المنعزل هي الأحلام بأنواعها الرؤى والأبغاث حديث النفس ووسوسة الشياطين ما نراه في النوم أو أحلام اليقاوة حسنا بعد فترة عزلة لظروف متعددة أجد نفسي طواقة للحديث عن الأحلام والرؤى بعيدا عن تفسيرات من يتاجر بها من مرحصين ودجالين وبائعين الوهم للبسطة أولئك الذين أعيتهم الحيلة لتفسير ما تبوح به أنفسهم في ثوان معدودة في مناماتهم يحسبها المرء دهرا حاول الكثير من العلماء والباحثين والمختصين تفسير ما يحدث للإنسان لكي يحلم ولكن لم توجد نظرية قاطعة لذلك لا تزال الإختلافات طافية على السطح فيرى بعض الباحثين أن الأحلام عبارة عن أنشطة غير حسية دون هدف أو معنى يجريها الدماغ خلال فترة النوم بينما يعتقد البعض الآخر بأنها ضرورية ومهمة لصحة الجسد والعقل والعاطفة وقد أثبت الدراسات أن الأشخاص الذين لا يدخلون مرحلة حركة العين السريعة يعانون من القلق والاكتئاب والتوتر وصعوبة التركيز بالإضافة إلى زيارة الوزن والحلوسة ويشير العديد من الباحثين إلى أن الأحلام تساعد على حل المشاكل ومعالجة العواطف ودمج الذكريات ويرى فرويد أن الأحلام نافذة لمنطقة اللاوعي وهي وسيلة لإرضاء الرغبات غير المقبولة في المجتمع والأحلام موضوع قديم بخدم الإنسان نفسه حتى النقوش السومرية تحدثت عنه وفي الديانات السماوية يوجد لهذا الأمر حيث لا يستهان به من منا لم يسمع عن ما رآه فرعون مصر قبل ولالة موسى عليه السلام أو قصة النبي يوسف عليه السلام أو ما رآه ملك مصر في عصره وفي بداية العصر الإسلامي فإن رؤيا عاتكة أن تعبد المطلب لها رقم مهم في التاريخ بالمجمل فإن الإنسان به من الفضول ما يحاول به تفسير العديد من المظاهر والتقلبات فمنهم من يحاول تفسيرها بالعلم وآخرون يحاولون اللجوء للدين وقلة قليلة تتجه للشعوة ذهو الدجل وتجارة الوحي وإنت تشرب قهوتك في فنجانك تذكر أن الموضوع كله عبارة عن حديث نفس ورسائل ربانية فلا تحاول توجع راسك وتخزر فلوسك طابت أوقاتكم ترجمة نانسي قنقر